السلام عليكم. اخباركم ايه? نهاردة هشرح الدرس الاخير من اليونت اه ثري. هو بيتكلم عن ناترال ان مان ميد ماتيريالز. ناترال ان مان ميد ماتيريالز. خلي بالكم ان انا هنا بتكلم عن الماتيريال مش بتكلم عن الشيء نفسه اللي انا بشوفه. تعالوا كده نشوف. يعني ايه الماتيريال? مش احنا قلنا الماتيريال دي اه هي عبارة عن اه. طيب. ناترال ماتيريالز دول. يعني ايه ناترال ماتيريال? يعني ماتيريال طبعية. ربنا خلقها زي ما هي الانسان الهيومن مداخلش فيها ولا عمل فيها اي حاجة. طب الناترال ماتيريال دي بتيجي منين? بتيجي من البلانت والانيمالز والجراوند. يبقى ناترال ماتيريالز كام فروم بلانز انيمالز ان جراوند. يبقى كل الحاجات اللي جاية من النبات بتكون ناترال والانيمالز كمان وكمان الارض. طب تعالوا نشوف اجزامبل. اول حاجة. وود از ناترال ماتيريال. وود كامس فروم تريز. الخشب ده ناترال ماتيريال. ماتيريال. اوكي? انا ما تكلمتش عن الكرسي ولا اتكلمت عن المعلقة الخشب ولا اتكلمت عن اي حاجة. انا بتكلم عن الوود in general as a material مش as an object. مش ان انا باجي بقول الكرسي ده ناترال ولا من ميد. لا انا بتكلم عن الوود. وود از ناترال ماتيريال. وود كامس فروم وات. كامس فروم تريز. جميل. لاثر از ناترال ماتيريال. تعالوا نجيب البوينتر. لاثر از ناترال الماتيريال. لاثر. كام فروم سكينوف انيملز. وات دا لاثر الجيلد. الجيلد ده ده ناترال ماتيريال. الجيلد. انا بتكلم عن الماتيريال. ما قولتش ان الباق هي ناترال لا انا باقول لها الليذر ده الماتيريال. ال ايه الماتيريال. تعالوا نعمل على كلمة ماتيريال. عشان محدش يتلخبط وهيقول ان الباق هي الناتشرال متاريال، لأ. اللاذر الي هيا الماتاريال نفسها الاذر ناتشرال متاري theirshe natrations came from skin of animals.Wow! leather come from skin of animals يبقى leather come from where come from skin of animals. يبقى اللاذر دة اللي هي الجلد اللي بيصنعوا منه ال bargain او بيصنعوا منه الشوزات، الجزم او الاحذية اه الحاجات دي تمامي بعرفتو الـ leather is natural material دايموند the diamond is natural material diamond comes from the ground ايوة مش انا قلت في الاول في الاول سلايد انه الـ natural material بتيجي من الـ ground او الـ plant او الـ animal خدنا اجزامبل على اللي بيجي من الـ plant اللي هي الـ wood خدنا اجزامبل على اللي بيجي من الـ animal اللي هو الـ skin of animal او جلد الـ animal اللي هو الـ leather او الجلد وثالث اجزامبل على اللي هو ايه الـ diamond diamond is a natural material diamond comes from the ground او بيجي من الـ earth جميل جميل بعد كده بعد ما خدنا اجزامبلز على الـ natural material عايز اشوف بقى the man made material the meaning of man made material man made material دي يعني الانسان هو اللي عمل لها اللي صنعها الانسان هو اللي عمل لها ايه بقى كوّنها هو اللي عملها بياخد الـ natural materials ويحطها في المعمل او في المصنع ويطلع لي man made material يبقى man made material are not found in nature هي مش موجودة في الـ nature هي مش موجودة في الـ nature في الطبيعة people change natural materials in some way to make man made material يبقى الـ natural material الناس عملوا بطريقة معينة كده بطريقة معينة كده خدوا الـ natural material وعملوا منها material تانية مش موجودة في الـ nature لوحدها لا مش ربنا خلقها كده اول حاجة زي الـ plastic ده plastic is a man made material كل ده احنا بنتكلم عن material زي جماعة مش بنتكلم عن الـ objects انا مش بتكلم عن الـ ازازة نفسها هي كمان الازازة اكيد هي ايه man made ولكن انا بتكلم عن الـ material اللي متصنع منها الازازة الـ material اللي مصنوع منها الازازة دي man made material اوكي it's made from crude oil what is the crude oil crude oil ده حاجة كده طبيعية ربنا سبحانه وتعالى يعني موجودة كده في الطبيعة ربنا خلقها جات منين دي بقى جات من البقايا or remains of animals and human and plants يعني ايه؟ يعني البوائي الـ animal لما بيموتوا الـ plant بيحصلوا عملية ايه؟ كده انه هو بيتحلل او لما تكبرد ان شاء الله تفهمه اكتر لما بيتحلل بيتكون لي crude oil what is the crude oil crude oil ده بياخدوا منه بقا البنزين وبياخدوا منه البلاستيك اللي هو البوليثايلين والحاجات دي يبقى بلاستيك is a man made material طب والبلاستيك ده جي منين it's made from crude oil الانسان عمل material اسمها بلاستيك جابها منين اصلا؟ جابها من crude oil جميل glass is a man made material glass الازاز ده man made material it's made from melting sand what is the meaning of melting sand melting sand يعني لما بيحصل الساند ده اللي هو الرملة لا بيعملوله melting شفتوا الملتنج اللي احنا لسه شرحينه في الدرس اللي فات فيه ثلاث دروس فاتوا الدرس رقم واحد كنا خدنا يعني ايه ملتنج ملتنج ان انا اسيح حاجة ارفع درجة حرارتها اوي 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 اعمل لها هيتنج اوي 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 درجة انها يحصل لها ملتنج طيب لما بيعملوا الساند ده ملتنج بيصنعوا منه the glass يبقى glass is a man made material it's made from melting sand جميل steel what is the steel الستيل زي شفتوا الحالة دي اللي مامي بتطبخ فيها كده دي اسمها ايه steel steel يعني او حديد شوية تمام the steel is man made material it's made by melting iron and mixing it with carbon ايوا يعني الستيل ده بيصنع من ايه ان هم بيعملوا ملتنج للايرن شفتوا الايرن ده اللي هو الحديد بيعملوله ملتنج برضو بيعالوا درجة حرارته شفتوا سخنة اوي ازاي شفتوا شكله بيسخنوا اوي اوي فالحديد ده بيحصل ليه ملتنج بيبقى وبعد كده بيعملوله ميكسينج with the carbon كاربون الكاربون ده زي الفحم شويه مش عارف انتو عارفين الفحم ولا لا ولكن الفحم ده ماما ممكن يكون عندها بخور بتولعوا الفحم ده هو ده الكاربون ماشي ماشي يبقى الكاربون والملتنج آيرن الوجه ي shoots العشان يقوم بحLikewl. عشان ي nastyl هو Man Made material. وهي كاربون ، ايه человеч ، هي بطريقة معينة عشان يعمل مان ميد بيتواف you soon. جنيز. طيب ده crude oil هنا بقى crude oil هتلاقوه كده عندك الزيت الاسود التقيل قوي قوي ده بيعملو بي ايه is used to make many materials crude oil ده natural material موجودة في الطبيعة بيحفروا كده في الارض جوه قوي 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 فبيلاقو بقى الايه crude oil بياخدوه بيعملو منه ايه بيعملو منه بلاستيك والبوليثايلين بيترول ديزل and tar all come from crude oil. طب ايه البوليثايلين? البوليثايلين ده عامل زي البلاستيك ده ده اللي بيقل ده اصلا اللي بيصنعوا منه البلاستيك. والبلاستيك ده تمام? وكمان البترول. البترول ده لما البنزين اللي بنحطه في العربية عشان عربية تمشي. جميل? والديزل ده نوع تاني برضو زي حاجة كده شبه البنزين بيخلو العربيات الكبيرة او اللي هي الشاحنة الكبيرة هي دي بيحطوا فيها ديزل. يعني نوع بيبقى ارخص شوية من البنزين. والtar what the tar هو اسمه بالعربي زفت. سوري. سوري هو كده اسمه. تمام? اسمه. الاسمه الطار ده. الطار ده بيعملوا بيه ايه بقى? بيرصفوا بالشوارع. يعني ايه بيرصفوا بالشوارع? بدل ما الشارع بقى مكسر والعربية كده وهي مشية تبهدل. لا بتبقى flated وبتبقى smooth كده. يعني نعمة. دي مادة اسمها طار. جميل? جميل. اللي بقى عرفتم من الكرود اويل بنعمل ايه? بيعملوا منه البلاستيك والبوليثايلين بترول ديزل انتار. جميل. the surface of this road is made from tar. the surface of this road is made from tar. يعني ايه? يعني السورفز او السطح بتاع ال road ده. الطريق ده. هو بيبقى made from tar. يعني هو معمول من الطار. يعني بيحطوا بقى مادة الطار دي على ال road عشان يعملوا السورفز ده اللي انتو شايفينه عشان زي ما نقولي بقى smooth ويبقى flat عشان العربية وهي ماشية تقدر تمشي بسرعة والدنيا تبقى ايه? اه ماشية بسرعة ما يبقاش بيبقى فيه مطبط وحاجات وحشة كده في الطريق. اوكي. طب انا دلوقتي عايزة عاملكم جاء كده كويس سغنن. انا عايزة اعرف السبون دي natural or man made? السبون نفسها والتشير نفسه man made. بس الماتيريال اللي مصنوع منها السبون والكرسي او التشير دول natural material. يبقى the spoon is man made but the material is natural. اوكي? يبقى the spoon نفسها او الكورسي. التشير انا جبت لكم الكورسي عشان توضحها لكم اكتر او تبقى في كزا example قدامكم. يبقى the spoon ده. اه دي نفسها man made. الانسان اعصانع من من ال wood المعلقة. لكن الماتيريال نفسها اللي هي ال wood natural. المعدن ده اللي هو ال iron natural. ال wood برضو هنا او ده كده natural. طب والبلاستيك man made. والستيل هو كمان احنا قلنا ان هو man made لان هو mixing من iron with the carbon. جميل? يبقى اه يارب تكونوا فهمتوا الدرس الدرس جميل ولازيز وهتستخدموا كتير قوي ان شاء الله يبقى عندكم درس السنة الجاية في primary three. بيتكلم in details على natural and man made. فاي هوب سون انتو تفهمو اكتر وتعرفو اكتر. شكرا لكم.